حياكم الله مشاهدين الكرام ومشاهدي قناة الأيام الفضائية وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير وفقرة فيس توفيس خليكم ويانا حضيره بعيد أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الوسم حيث الأخبار والمواضع والأحداث والفرندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما نتناولها وتكون موجودة في حلقاتنا في برنامج الوسم الموضوع الأول اللي عدنا هذا اليوم يقول الشاعر بدأ العام الدراسي وبدأ الهموم وبيت على المدارس بابا صاير بس أنا ما رح استخدم هذا الشعر بالرتاء الذي استخدمه الشاعر كهذا مسماعي اللي قاطع في رتاء ولده حينما وفاه القدر تخدم هذا الشعر بالهموم اللي بدأت مع العام الدراسي الجديد كل عام دراسي كل مطلع سنة جديدة يبدي بها العام الدراسي مني يصير شهر العاشر تبدي المدارس تبدي الهموم تبدي تبدي الواقع الحالي المزري اللي موجود في كل مفاصل البلد يبدي ينطي تأثيره على المدارس بدأ العام الدراسي وبدأ الهموم هالمرة أنا مو بيتي على المدارس بابا أنا هالمرة عيني وعقلي ومنشوراتي ورؤيتي كلها رح تصير على الدراسة لأنه هذا الشهر هو التريند هو حاليا بدأ العام الدراسي شفنا بالحلقة الماضية طلعنا فيديو طلعنا صور لي سعدون الساعد هو بالمدرسة وهذا هذا شيء شبير يعني إنه بهذا الرقص المفتدلي اللي صار شفنا مدير مدرسة يعتدي على المطالبه ويعتدي على طالبه وشفنا وشفنا البلاوي هالمرة شنو بدأ العام الدراسي في إحدى المدارس وهذه الصورة كانت من أحد الصفوف اللي ما بها رحلات هذول الطلاب اللي جاي تشوفوهم قاعدين بهذا الصف هم بدون رحلات بدون رحلات في وزارة لديها الكثير من المال من قبل وزارة المالية وفي ميزانية البلد عدها هواي شغلات بتقدر تحصل منها فلوس عدها مثلا من تصير امتحانات دور ثاني دور ثالث وغيرها تقطاعات من الطلاب على كل امتحان خمسة وسبعين الف وغيرها وعدها هواي أمور بتقدر تدخل فلوس للوزارة ما عدا مثل ما قلت لكم ميزانية الوزارة أصلاً هاي الميزانية اللي ما عرف شنو أسألت لكم عنها ولكن الطلاب بلا كتب مدرسية وبلا رحلات وتشوفون الصورة اللي تظهر أمامكم حالياً هذه الصورة من أحدى المدارس وأحدى الصفوف في العراق يا وزير التربية يا المدراء العامين أنا أكثر شي لازم أحكي عليهم والمدراء العامين لأن الوزير يروح ويجي كل أربع سنوات كل سنتين كل سنة مع كل حكومة جديدة لكن المدراء العامين حيتان الفساد اللي موجودة بالوزارة هذولهم لازم واحد يصلت الضوء عليهم صف بلا رحلات وتردون الطالب يجي ويدام ويقرأ ويجتهد ويحب المدرسة ليش شنو دافعي لأجور مثلاً لو لو مسوين عليهم النية تردون يجي ويروح ويرجع وانتوا رحلات ما أدكم بالصفوف زين لو حسب ما يقول البعض وحسب ما يتصوروا وفعلاً وهذا ممكن يكون الرأي الأصح هاي التخريجة ممكن تردون تستخدموها حتى الطلاب تروح للمدارس الأهلية حتى الطلاب تروح تدرس بالمدارس الأهلية بفلوس التعليم بالعراق مجاني من زمان انتوا اليوم حولتوا المدارس أغلبها إلى مدارس أهلية تدفع فلوس حالياً أكو ناس ما عدهم فلوس اللي عنده ثلاث أطفال اللي عنده أربع أطفال وين يروح؟ القصة تتعرفونش قد القصة ما للمدارس؟ بالملايين مليون ونص مليونين وغيرها هاي المبالغ اللي ما عنده شلون بهاي الحالة؟ هو تلقرات بالشهر ما يوصل مليون زين؟ واقصاط المدارس مع الأطفاله تعبر أو تفوق المليون دينار هاي الوزارة ووزارة التربية تحتاج من عندنا وقفة حتى شوية واحد يقدر يحتي هاي التريليونات اليومية تنخمط اليومية تنباق هاي الثلاثة بوينت سبعة تريليون السبعين مليار ما الأثاث مصطفي الكاظمي ببدال الأثاث ما تقدر تجيب رحلات بالصف؟ خليهن لو لا زين؟ الجام وغيرها من الأمور جاي الشتاء والطلاب راح تشبع برد البنكات اللي بصيف الصف ما ببنك الصيف يكتل حرب هاي هاي يعني ما توقفوا بعينكم؟ زين؟ هذا الصف اللي قدامكم رح أشوفكم أيضا صور أخرى من هذا الصف وشلون قاعدين الطلاب بهذه المدرسة اللي أقصت مقومات الحياة مع بدء العام الدراسي الجديد طلاب يفترشون الأرض في أحدى صفوف مدارس محافظة واسط التي تعاني مثل غيرها وببقية المحافظات من عدم وجود مدارس وبناء تحتية ليقض الطلاب محافظ واسط البارحة سمعت لتصريح أكو ملعب ملعب الكوت ملعب الكوت قرر الاتحاد العراقي أنه نادي الديواني هو راح يلعب على ملعب الكوت طبعا هاي سالفة بعيدة عن الموضوع بس شوف شون راح أربط لكم قرر أنه نادي الديواني يجي لعب ملعب الكوت من راح يجي نادي الديوانية الديوانية عدة جمهور فرح يجي جمهوره ومن راح يجي فريق من باقي المحافظات هم عدة جمهور فرح يجي جمهوره فاللي داير مدار الملعب من محلات من باع أكل من باع المي من هواي أمور راح تشتغل راح تحفز المحافظة راح تشتغل المحافظة الناس اللي داير مدار الملعب راح يشتغلون محافظة واسط البار حيقول أنا ما خلي نادي الديواني يجي لعب على الملعب ولك هو أنت رحلات بالصفوف المدارتك ماكو تجي تريد تاخذ منهم مو هاي الناس اللي داير مدار الملعب رح يشتغلون رح تفوت لهم فلوس الناس اللي جايتهم من بره المحافظة والجمهور بالآلاف يجون زين لو تتريد الصفوف تصير شون هاي الشادر شادر ما الفاتحة مسوين ومسوين بي صفوف لو هيك تتريده محافظة واسط ماعرف أنت إذا جاي تشوف هذا الموضوع جاي تشوف هاي الصور لو لا تشوف الطلاب شون قاعدين لو أنت ملتهب شنو أريد فيهم هساني من عندك تشوف هذا منظر الطلاب هذا منظر صاف المشكلة حتى إذا يجوي الطلاب وقعدوا صبورة ماكو تدري لو لا عندك علم صبورة ماكو أنت بهالحالة شلون رح تقدر تطلع جيل للمحافظة يساعد المحافظة وممكن يصير باشر عقبة مسؤول الطلاب شون راح تبدع شون راح تصير 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 الها قيمة بالمجتمع وانت هذا وضع محافظتك وهذا وضع الصف والمدرسة اللي موجودة بمحافظتك ولاحق الناس والله أريد إيجار من النادي الديوانية يدفع لإيجار للملعب يلا خير انت شعليك هو الملعب لا ملكيتك ولا ملكية الملعب ملك وزارة الشباب والرياضة هاي هاي نقطة لازم تعرفها صح الأرض تابعة للمحافظة بس الملعب للمزارة الشباب مفروض تحتاخل مزارة الشباب ذات يحتاخل إيجار من عندهم وهاي الناس براح تجي تلعب هذا الملعب هواي هواي أرزاق ناس راح تنفتح ناس راح تشتغل كل إذا جاك جمهور الزوراء جمهور الجوية جمهور الشرطة طلبة أي جمهور من أي محافظة راح يجيك بالآلاف خمس تالاف عشر تالاف راح يجوك الجماهير كل هذا العدد راح يتغدى وراح يشرب مي وراح يشتري عصير وراح يشتري فواكه وراح يشتري وراح يشتري فأنت راح تدخل فلوس لمحافظتك من باقي المحافظات تخلي الناس تشتغل أحسن ما تصرع الطالبة لو تخلي ذول الناس اللي دورون تعيين أو الناس اللي تتسول تلقالها فرصة عمل أنت ذا كل أسبوع تصير مباراة راح يجي هذا يبيع للشغلات اللي عنده يبيعهم ممكن راح يعيش أسبوع كامل وهو بجيبه مئتين ثلاثمية أربعة 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 هذا مرح يجي في طالبك بكاعدين بس عرف الملعب فالناس تلع وإذا أنت الملعب هذا الصف المدرسة فيتش عندك أنا جاء طالبك بملعب ما لأسف فنشوف التعليقات ماذا كانت بخصوص هذا الموضوع موضوع الصفوف تقول سارة حتى وإن تواجد الأثاث داخل المدرسة وسيقوم الطالب بتكسيره والكتاب عليه بالقلم كون الطالب للأسف غير مكترث بالاهتمام والحفاظ على ذلك الأثاث ناهيك عن رداءة الأخلاق عوفي رداءة الأخلاق على صفحة أنت ليه جمعت أن كل الطلاب يكسرون الرحلات ليه جمعت كل الطلاب يكتبون بالقلم حتى وإن كتب الطالب عن رحلة الرحلة ما راح تنكسر وكتب عليها مع العلم هو شيء غلط بس ليش جزمتي وجمعتي ونهيتي من الأخير يعني ليش يعني ما أعرف هذا الموضوع مو مبرر أنه ما يجيبوا لهم رحلات يعني الأمانة هذا مو مبرر أنه النصف ما بيه رحلات والله إذا جابوا لهم الطلاب ما راح يكتبون أنا سئل السؤال أنت إذا كنت متزوجة وعندك أطفال أو أخوك الصغير أو ابن ختيش تقبليني وقعد فيك صف ما بيه رحلات إذا تقبلين أتمنى تقول لي أنت كطالبة إذا كنت الدرسين تقبلين تقبلين وقعديني فيك صف ثلاث كتبين تعليقات ما الهدايا عشقي حسيني يقول له كل معلم يتبرع خمس رحلات والنجار ما يقصر هم يخليها على الراتب ما تكلف شيء يحسبه من رواتب العطلة وأيام كارونة والمظاهرات ما التي كارونة والمظاهرات ما الكاظم خليه على صفحة ما تفهمت شنو تقصد بيه بس مقترح ما تكمل كل معلم خمس رحلات والنجار والله هو شو هو المبادرة حلوة بس هو المعلم القدرات في النفس ستمية تلس يصير بعد يصير عشرين سنة يصير مليون هو يجب المعلم والمعلم ورانا عائلة وراء بيت وراء أطفال وراء مسواق وشو هذا الموضوع يراد السر لحملة من الناس الخيرة ماكو لو يراد الناشد العتبات العتبات المقدسة لأن بس هم اللي جاي يشتغلون فالناشد احنا بدورنا الناشد العتبات المقدسة انه تنظر لموضوع المدارس لأن ايسنا وغسلنا ايدنا لهنانة من الدولة والمحافظات اللي موجودة بالبلد بعد ما عدنا يعني بعد ما نقدر نقولهم اشتغلوا وجيبوا رحلات بعد ما نقدر يعني فحنا قلنا الناشدكم افضلنا تحليق اخر من الماضي الماضي به الم شديد ولكن الحاضر والمستقبل ربما يغير ما موجود في الماضي من الم فلماذا اصريت على اسم الم الماضي لا اعلم كل المدارس هيتي والطلاب دوام بالساحة وبعض المدارس تعطي اليوم زايد بالاسبوع لأن الطلاب عددها كبير ما يكفي للطلاب الصفوف الله اكبر تعطي اليوم زايد لأن الطلاب هو يراد اصفين يراد احتي والله ما عارض علي يقول حتى يجبرون العالم تروح للأهليات التابعة لهم هذا الرأي اللي حتشيت ببداية الحلقة هذا ممكن يكون رأي سديد ومنطقي وممكن هو فعلا هذا السببب فعلا بعد ما عارض تعليق آخر يقول لهم شروات بكادر التدريسي لأنه عليهم اقصاط لشراء السيارات والأجرة ليأخذ الخطوط والمدارس مالتهم ما يعطوها لغيرهم هم أولى بهم هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوع المدارس اللي ما تحتوي على خفوف المدارس اللي ما بها عفوا ما بها رحلات هي تحتوي على صف موجود صف بس لا بيرحلة ولا بيصبور يكتفون عليه أنا أعتقد أنهم كانوا مخيلتهم يجبوا لهم آيباد يدرسون على تاب ماكو يجي الطالب ما يحتاج للصبور يدرس على تاب وبدأ للرحلات شاء الله رح يجبوا لهم كراسي أو ستول أو ستول ما أعرف يسموا ماكو فراح يجبوا لهم هي ما يحتاج هم هذا موضوعنا الأول كان بخصوص الرحلات موضوعنا الثاني في هذه الحلقة هو موضوع مضحك مبكي غريب من نوع السيول دائما ما تكون في المناطق الجبلية والمحافظات التي تحتوي على سدود وأنهار وجبال تكون السيول جارة نوعا ما وتغطي على مساحة كبيرة من المنطقة أو المحافظة دائما تتكرر السيول في أربيل تكون السيول جارة أحيانا ولكن في حادثة غريبة من نوعها قام مواطن من أربيل فتظهر لكم صورة منزله حاليا أو منزله قام ببناء سد من الصب والطابوق وخلى لدرج وخلى باب بيته حتى يمنع السيول من دخول منزله هذا اللي سواه هذا المواطن هذول جهالي قاعدين على قاعدين عسد ما أعرف هو هاي الفترة مين جثة بس يعني الخطار يجيك وشون مين يفوت زين هي السيول أعتقد أكو مجاري لتصريف المياه فهي هي شي رأى الموضوع المي راح يطفلك يعني راح يتفلك لو ما يتفلك من الباب يتفلك من تصريف المياه يعني فما عرف شون جدتك هالفكرة حتى إذا كان بيتك زراعي مثلا أو ما بي مجرى لتصريف المياه فهذا مو حل ولا حل منطقي هذا حل ما عرف يتم من جايبة من يا فيلم من يا مسلسل من يا يعني مثل ما تشوفون بالصورة اللي أمامكم سوي الأسد زين ودول خطية جهالة قاعدين بالباب قاعدين عسد جاي يتفرجون هو يحمي نفسه من السيول اللي راح تجيه أكو بعض صورة أخرى عدنا خلي نشوف التعليقات حول هذا الموضوع اللي انتشار بصورة كبيرة هذه صورة أيضا تشوف شلون ينزل جهالة صعدهم ويننزلهم من الدرج ما عارف يعني التوين تري توصل بهذا الموضوع بس أنا شوف أنه فتشي ومظال أغبي مواطن مناربيل يقوم ببناء جدار عازل أمام منزله خوفا من السيول حتى تخاف من السيول تسوي هيش يا أخو والله كار كار من جبتك الفكرة من الصاحب المشورة من أخذت التصميم تم سيولك صاب بيتك باني الطابوق وبلوك وصاب وجايب مالج وساقل سقل ولابخة حتى ما يفوت كتل المي أخو هاي كارثة والله يعني هاي الفكرة مين جبتها نتمن نعرف مين جبتها يعني نشوف التعليقات ماذا كانت بخصوص هذا الموضوع يقول أو تقول دعاء كذاب ما يريد قرائبه يجوه مصحيح ما يريد قرائبه يطبوله هو هو أيضا رأي سديد وفكرة ممتازة هو فعلا كان بهذا تفكير أنه مين جوه قرائبه الله ما أعرف عمر جاسم يقول هو هذا اللي راح يقطع المطر إذا جاك سيل جارس مستوى عالي ممكن يطب لك مين بس هالفكرة مين جسك ما عارم فيه والله ما دري فكرة حلوة ما دري ما دري ما دري ما دري فكرة كافة ما دري فكرة عظيمة ما ما زي حصار لدينا لخبطة بالموضوع تقول آية أكو مناطق كل سنة تغرق من كل هذا السبب هو أعرف باللي ناسبهم وغالبا مثل الزراعي يعني ما عدهم مجاري حتى كاتبي لشلون المجار اللي بالبيت والله يعني بعد ما نعرف هو زراعي عدى مجاري تصريف المياه ما عنده بس هي الفكرة غريبة نوعا ما فما نقدر ننطرعين بها بس مجرد أنه نسخر ممكن نحشش ممكن نضحك وياكم ممكن بس يعني ما أعرف لا أعلم رهف تقول هذا يفيدنا حتى ما يجون قرائبنا لماذا يجي رهف لماذا يجي من قرائبكم لماذا أتمنى من قرائب رهف إذا كان ونشوفون الحلقة رهف شاسم شاسم بوت قي شنال شنال الاسم بوتكيو 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 ما معرف بوتيس والله ما شنال بوتكيو المهم أتمنى من قرائب رهف يقرون هذا التعليق ويطبو لها بالخاص يقول لها ليش كيف متر ديني وطبعا التعليق ما لتجاي 59 لايب فأتمنى من قرائب رهف يشوفون هذا التعليق رهف متريدكم لا تجون خطار البيت رهف لأنه رهف متريدكم هاي نصيحة آخر تعليق من يعني مهندس وليش هاي المهندسين يعني بالفيسبوك لازم يكتب إنج فلان الفلاني والطبيب يكتب دي آر فلان فلان يعني ليش هذا الموضوع إنج إنجينير يعني مختفر إنج تسميك ماريب ماهر ها هي بنت ماريب ماهر مهندسة ماريب ماهر مع العلم معالجتها مو هذيك الصعوبة واربيل مليان مهندسين أنت استفزت الموضوع وانت مهندس اللذلك كان التعليق بخصوص هذا الموضوع يا مهندسة ماريب يا إنج ماريب هذا كان آخر تعليق خصوص هذا الموضوع موضوع السد اللي يمخليه صاحب السد أمام باب بيته حتى يمنع السيول والفيضانات من مداهمة منزلة حتى يرتاح رقام رقم المعنى الحقيقي للرقم الرقم الدفاعي أو الرقم هذا خليه شو رقم البيت رقم مايفوت لمويت حلف بالطلاق مايفوت لمويت هذا كان موضوعنا الثاني بخصوص فقرة فيس تو فيس موضوعنا الثالث والأخير الآيفون الذي أحمله حاليا هو آيفون داعش من بعيد قد تراه 13 12 14 لأنه كل الآيفون اللي إجاء بعد آيفون داعش هو بذات الشكل الواحد بالثلاث كاميرات والشكل الذي يظهر أمامكم بيدي أو بالكلفات آيفون دائما تنزل إصدارات جديدة هذا الإصدار اللي ظهر أمامكم بالصورة هو آيفون 14 آيفون 14 طبعا أنا مواقب آيفون من الرابع أنا عند آيفون 4 آيفون 7 6 ما شتراك من 5 إلى 7 ووراها يعني شوية أتعنف شوية عن الآيفون فأنا دائما أستخدم الآيفون لحد ما وصلت الآيفون 11 أول ما نزل لحد حاليا آيفون 14 ماكو فرق أي فرق ماكو مجرد أنه أنت تمتلك جهاز جديد الفرق ماكو يعني الفرق بالشكل بسيط جدا من آيفون 11 إلى آيفون 14 رباط السالفة شنو هو الفرق بالسعر طبعا كبير رباط السالفة أنه آيفون بعد ما نزلت الإصدار الجديد إلى 14 لاقت نبيعات سيئة فقررت أنه توقف الإنتاج توقف إنتاج آيفون 14 طبعا هي تقارير تحدثت عن هذا الموضوع ولكن أظن أن هذا الموضوع هو فعلا حقيقي آيفون 14 راح يوقف إصداره لأنه أولا سعر مبالغ بي ثانيا ما بي مواصفات قد تدهش أو تدهش المشتري الجديد الذي سيحمل التليفون عن التليفون السابق ممكن يقول لك ما بي شغلات أو ميزات جديدة خوب هو والتلاب طعش لا ماكو فرق رسمي بس الفرق هنا نصار بهاي الشاشة المنفوض مزين والإشعار اللي يجي تيجيك بهاي الشاشة الصغيرة كامرات نفسك كامرات الحجم نفس الحجم ماكو فرق ماكو فرق والتحديث اللي يجي وإلى آيفون الجديد نفسه يروح لل للدعش والعشرة والتسعة والسفنو كله النفس الشيء فهذه التقارير تتحدث عن آيفون 14 تقول شركة أبل توقف انتاج هاتف آيفون 14 بلس بسبب قلة المبيعات لنشاهد الخبر والتفاصيل في الموضوع هذا هو هذا الألوان ألوان آيفون 14 اللي راح توقف الشركة معاك التعليق تقول أحسن هو شنو فرقه عن الثلاث عس الثلاث عش نفس الشيء والسعر كلش مبالغ بيه أحسن بس تصرني عصبية حتى خليتيني أسحك بالجو هذا يعني لا تشتري تصرني عصبية بالتعليق تعليق آخر تقول العام ذاك اليوم خلصت من نقص العالم ذاك اليوم خلصت من الأقصاد إلى 13 وينزلون 14 طبعاً ما حد يشتري وفعلهم العالم بعدها ما ما تخلصين أقصاد من 13 أنت جيت ونزلت إلى 14 إيمان تقول دي الله شونه على أساس كل هن نفس الشيء ولا دا يطورون بيهن أو هاي سالفة توقيف الانتاج خطة من الشركة حتى الناس تقبل أكثر عليهم يا إلهي إنها تعمل في الـ في الـ في الـ إنها تعمل في المخابرات تقول هذه خطة خطة لكي تقبل الناس عليها أكثر يزداد الإقبال نوعاً ما ويقومون بشراء الآيفون الجديد هذا كان تعليق إيماني أما تعليق علش علش يقول والله هو خوش موبايل ومواصفاته كلش حلوة بس عيب الوحيد شعره طبعاً عيب الوحيد شعره آخر تعليق من رانية تقول طبعاً لأن صارت بدون معنى ماكو فرق لا بالشكل لا بالمواصفات وفوقاها لا شاحن لا ضيم هذا هو لا تشتري ما مجبورة تشتريني الآيفون 14 يا راني شعريني الكرام وصلنا إلى ختام فقرة فيس توفيس مع الآيفون 14 حتى التقيكم في فقرة تريند تيوب فاصل قصير لا حد يروح بعيد وهم بدأ العام الدراسي وهم بدأ لهموم أهلاً وسهلاً بكم في فقرات تريند تيوب والفيديو الأول الاعتداءات المتكررة من قبل الكوادر التدريسية التابعة لوزارة التربية على الطلاب يوم مشوه راسه يوم كاسر إيده يوم كاسر رجله يوم مسوه بي تشوه جسدي خلي نشوف الفيديو الذي سوف يظهر أمامكم الآن ما نحكي ما نقول خصوص هذا الموضوع الاعتداءات المتكررة من قبل الكوادر التدريسية على الطلاب كاسر لأيده وعملية فوق الكبرى وساعتين حسب ما يذكر والد الطالب عمي ترى الجراسة مهيك الناس مهيك تحب الدراتة والطلاب مهيك راح تتعلم مو بالقوة الى متى انتو تبقون بهذا العقل المتحجر الى متى الطلاب ما تجي بها العنف والقوة حتى حتى والله شون يتعلم انت تجي تكسر لأيده بالعودة لو تكسر لأيده مسبب ضربه لو توقع له شيء عم هذا الموضوع موضوع كارتي ما للضرب اللي يصر على الطلاب الضرب المتعمد تتعصر لأيده شنو يا بوية خوشي سبع انت لو شنو غير واحد يفهم يعني هس انت من ضربته ووقعت واكترت لأيده ووقعت سبع أصفق لك المفروض أقول لك عافية نيجي اكو آراء تقول بعض الطلاب هم وكح بعض الطلاب عندهم شسمة وكاح يسوون بالصف بس ما يضربه ما توصل المرحلة انه يمديد علي ويضربه ما يصير أول شيء هذا الموضوع ممنوع بوزارة التربية ممنوع انه مدرس يضرب طالب او معلم يضرب طالب بس انتوا ليه جايز يسوون هي شيء ما عارب خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو يقول او يذكر ريتة كل بداية عام دراسي الشرقية تستأجر ناس وتسوي هذا الفيلم الهندي شرقية تتهم قناة الشرقية بانها تعمل فيديوهات على هذا الاساس مع بدء العام الدراسي هل فعلا من الشرقية انتم تعملون كما تقول ريتة ام لا اتمنى ان يكون التعليق قد يصل الى جنابكم الكريم لنشاهد ماذا ردكم الناس يتهموكم بافتعال الازمات حسب ما تقول ريتة تقول كل بداية عام دراسي الشرقية تستأجر ناس وتسوي هذا الفيلم الهندي شرقية شرقية منتقنات عراقية تسمكم معقولة كيف تعملون ريتة تقول مواني ريتة تقول اما فلاح يقول الحكومة بعدها ما مشكلة بعدها اخذلك توثية وروح نعنا ايه ايه يلا 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 توثية نتعارك فينات ناس انا اطلب واحد وروح تعارك شنها يا عمي شنو اخذلك توثية وروح نعنعه نعنعه هذه المفردة باللغة الدارجة او اللهجة الدارجة تعني نعنعه نعنعه ضلوعه يعني كسر ضلوعه يعني هشم ضلوعه نعنعه باع المواطنين شون يفكرون المواطنين شون يفكرون حتى الاربيس ما هو جنك السايوغا المواطنين باع التفكير صاير نعنعه اطلوعه يقول لي خذلك توثية ما طول حكومة ماكو الهي اليك المشتكى احسين يقول درب اولادكم بالاول الله يعلم شمسه وبحيث الاستاذ فاقد اعصابه وضاربه حتى لو شمسه وما يضربه يستدعوه لأمره موضوع بسيط وسهل ما يراد له روح للقاضي يا حبيبي ما يراد له محبة الخالق ايه والله اكو معلمين جاي يتمادونه مع الاسف ضيعوا هيبت المعلمين الباقين لازم يتحاسبون اللي يتمادون وكواحد بمدرسة باع المدرسة شون كاتبتها ربي باع المدرسة شون كاتبتها ما عرف تقروها لو لا واضحة تكون المدرسة بمدرسة احبتي والله يا مدرسة علمتك رأي الكتابة يا مدرسة يا مدرسة علمتك شيش تكتين مدرسة جبل عامل هم يراد لتنبيه لتصرفاته باع اللئن اللئن انا بعدني ما ما مستفيق من مدرسة انو بلئن فرى ضربتين على راسي يوجع عني والله انا بعد ما ما مستفيق من مدرسة نو بلئن لام والهمزة الشي اسمه المقتورة لئن يا عزيزتي تكتب بلام واليف فوقها همزة ونون ومدرسة مو بهذه التاء لا بالتاء الاخرية تنا ناخذ الاخر التاء اللي مزدودة وفوقها نقطين تاء هي تصير شون الهاء اخت الهاء الاخرية وفوقها نقطين مدرسة مو مدرسة ولئن لئن حيل خرقها يعني قصدها تقول خرقها يعني خرقها راشيد يقول عندنا واحد يوزع ارقامه عالطلاب يخليهم يجون على الخاص ما لخلق يدرس يدرس بالمدرسة لا والله شو يسولهم قروب بالواتساب لو قناة بالتليجرام ويدرسهم واشنه شنون يطيهم الارقام ويدرس ما لخلق يجي يدرسهم بالواتساب يعني يالا طلاب اليوم جدولني عمه كارتها والله العظيم كارتها شون هيتشتو يقول او تقول وفاء لا غير ولا شرف لا طبعا هذا كان اخر تعليق على ما اعتقد بخصوص موضوع ايه هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوع الطالب هم زي خلصناهم خذ نلوانسان عبالي لقى بعض تعليقات واطراهم هذا كان اخر موضوع بخصوص الطالب الذي تم كسر ذراعه وبعملية من قبل المدرس الفيديو الثاني الفيديو الثاني الابتزاز الابتزاز الذي يحصل في المجتمعات العربية الغير عربية الابتزاز يكون احيانا بالمال بالمجوهرات واحيانا يكون الابتزاز يؤدي الى الانتحار لان يشاهد كيف تم القبض على مفتز اجبر فتاة على الانتحار في يوم من الايام لا امتلك اي تعليق حول ما قال بس عندي تعليق بسيط ما قالت القبض عليه هذا المسدس طلعت وخليته بصدر ما قالت القبض ما قالت القبض ما قالت القبض طلعت المسدس وحبنت وخليت الاسلاح يقدر بكل سهولة ضربك يأخذ الاسلاح ترجعي وجهه عليك تضربك طلقة يشرب مو يتلقى القبض يا حبيبي تم سيطرين علي وثم ان ظهره جايين تبعى الشنو فنشوف التعليقات ماذا كانت لان انا ما بيحل اعلق على هذا الموضوع تقول وفا لا غيره ولا شرف حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتقم منك حسامي يقول لا حد تلقى القبض يا حسيتها قبلك غلط وخطر بعشون كاتب باستطاعت باستطاعت بعشون كاتب باستطاعت بعض باستطاعت قد تفرسو الحلقة كار ذا هي التعليقة لييش هيتي ليش اكو تلفونات فيه المتنبؤ يعني بس تكتب بأس راح تطلع ر Cai Est loops باستطاعتهم باستطاعتهن راح تبعلك باستطاعت والله كعبي كان هنا التعليقات الشخص أخذ السلاح منه والشخص حضنه داني زين شنو دور المسدس بالموضوع هو أعزل ما منت به وانتم ما شاء الله خمسة إلا مسدس ورامبو الجزء السادس رضا يقول الله يحفظ قواتنا الأمنية بحق محمد وعلي محمد أما رائد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذا المفروض يصير أبرة لمن اعتبر هذا كان آخر تعليق أدنى بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا الفيديو الآخر هندي في نيويورك ذهب لأحد المطاعم ليأكل البرياني وبنكة الدجاج والنكة البرياني هاي الخطة اللي أدهم والحرورة اللي أدهم برياني ولم يجد في هذا المطعم فخرجه مهرولا راح سكر ورجع كيف يسوي بالمطعم مشكلة هو احترق مشكلة هو احترق يعني هو احترق خطيئة والله ما يعني ما عارش كي يقول لي بس هو يعني انت ما لقيت برياني تروح تحرق المطعم ليش يعني شون السببته ما لقيت برياني يعني ليش راح تروح الدنيا شينو يعني قهر ضيم ما كبرياني تقدر ما كبرياني تقدر غير شي خليش في التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو بالتحديد شر البلية ما يضحك لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يعوض اصحاب المحل بالخير والبركة يا رب محمد يقول الله يسامحه كان ياخذ مندي او كبسة ما راح يحس بفرق قهوة الصباح على بغتك ليش هيش تعال انا اطبخ لك بس خلصنا منكم يشرك اما تعليق اخر تقول من حفر حفرة لاخيه وقع فيها يطبطوا بياه واخيه يا وقع والله ما ندري مين تقول ما من مصيبة الا سببها الخمر او تعاطي المخدرات وغيرها من الامور المذهبة للعقل الفيديو اللي راح نختم به حلقتنا لهذا اليوم هو فيديو للإسعاف الفور الطائر ما يحتاج أشرح لكم عنه خلي نشوف الفيديو وتفاصيله بعيدا عن الإسعاف انا اريد اخطني هذا الجهاز اللي تبس ب انا رأى هذا هذا مين شون حصلة شوقتي يقوم ينباع لا تحتاج سيارة لا تحتاج طيارة لا تحتاج منشئة لا تحتاج دراجة عما هذا اختراع عظيم بعيدا عن الإسعاف اذا ما راح يدربون عليه انه يصير إسعاف في المستقبل إسعاف فوري يجي يجي بشغلاتي يسعف الشخص بمكان الحادث عما هذا الشيء انا اريده بعيدا عن الإسعاف شون الازدحامات الماء بس انه يخاف يصير حوايا انه يصير الحوادث بجو بجو يصير الحوادث هذا الشيء لازم واحد يخسني والله العظيم يرادنا واحدة منها يروح نجي بها بالدوام خاصة الصبح يوم الأحد يرادنا هيتشي والله طار وراح بيه يرادنا هيتشي والله يعني لا يصير ازدحام لا يصير شغلات بس خاف هم يستعطون مشتركة ومرابطة وسيطرفوا الفيديو يعني ش تقول لي يعني طل حويتك يعني مثلا لو شنو غير غير واحد يفتهم العموم هذا كان آخر فيديو أدنى في هذه الفقرات هذا الطيارة اللي راح يطير بيه والله معرفة بس فكرة حلوة مشاهدين الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة قلتكم إيمان الله